خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف أيضا على أرض الواقع المحافظات اللي بدأ فيها العمل بالفعل معايا الأستاذ محمد جمال مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة مساء الخير أستاذ محمد سهلا نور وسهلا شافكي وبرحب بحضرتك وبرحب بأستاذ مشاهدين الحقيقة الصورة تفرح القلب وأنا شايفة أنه حجم الكرتونة كبير وكمية الشباب المتطوعة أكلمني أولا على بدأتوا في أي محافظات والعربيات اللي شفناها على طريق مصر في طرق مصر دي متجهة إلى فين يعني في البداية خليني أشكر حضرتك وأشكر التلفزيون المصري على تسليط الضوء على الجودة النهوية اللي تحصل في مصر ودور المجتمع المدني والحقيقة اللي ده بيدينا طاقة كبيرة جدا وإحنا بنتحرك في أن نقدم المساعدات لأهلنا من الأسر الأولى بالرعاية ممكن إحنا في التحالف الوطن من العمل التبناء والأهلي اتفقنا وكان انطلاقنا من مارس 22 وعندنا رؤية كبيرة جدا أن العمل المجتمعي والعمل الأهلي لو اجتمع وتوحدة الصفوف هنقدر نقدم مساحة من الدعم الكبيرة جدا جدا للأسر واللي السر فيها هي اللي حوي كل تي هي الشباب وتطوع وأن فكرة تطوع هي فكرة مزروعة في الروح المصرية والقلب المصري الحقيقي اللي احنا دايما بنشوف الجار بيساعد جار والشاب بيساعد الأطبار منه سنا لو حد بيشوف أي حد محتاج بيقدمه دايما من المساعدة مبادرة كتف في كتف هي مبادرة مش ما نقدرش نقول عليها بس هي مبادرة لتوزيع المساعدات الغذائية وإن كانت هي المبادرة الأطبار في مجال التكافل الاجتماعي والحماية المجتمعية لتقديم المساعدات الغذائية ولكن هي مبادرة أمل مبادرة بنحاول نوصل فيها رسالة للمستفيد والأسرة الأولى بالرعاية بنقوله ما تلقش احنا في ظرف يا ما عدت علينا كمصريين ظروف أصعب ولكن احنا تجاوزنا الظروف ده هيا بإن احنا نبقى كتفينة في كتف بعض بنقول كمان للشباب اللي هي قادر يقدم مساعدة ودعم للناس اللي حواليه بنقوله كتفينة في كتف بعض هنقدر نساعد بعض ونعدي الأزمات أكيد طيب أستاذ محمد جمال قولي بقى الفعاليات غدا هتكون عاملة زي في الاستاد يعني أعلان الاحتفالية غدا يعني الفعاليات هيكون شكلها إيه احنا من النهاردة كده في أستاذ القاهرة بنستعد لاستقبال وفود من آلاف المتطوعين المشاكين في مؤسسات التحالف الوطني اللي عمل التنماء والأهلي واللي بنشرف من خلال 33 مؤسسة والمؤسسة عندنا اللي ننتمي ديها مؤسسة مع الحياة عندنا أكتر من 20 ألف متطوع يشاركوا فيه سعاليات مبادرة كتف في كتف واللي هما الروح الحقيقية والشباب المصري الجميل اللي قرر أنه يتطوع بوقته وبهده ماله وتبرعه عشان يقدم المساعدات للأسر الحواليه النهاردة في أستاذ القاهرة بنجهز لاستقبال المتطوعين من غدا صباحا وهيزيد احتفالنا سعادة من السيادة رئيسة فتحة رئيسة هيشرفنا في احتفالية كتف في كتف وإطلاق المبادرة في توزيع 4 مليون مساعدة غذائية احنا في سيبال المتطوعين صباحا هنقدر نشارك فيه مشاركة لتعبئة نموذجية لتعبئة الكارتين يمكن زي ما حضرتك ذكرتي المبادرة احنا من 10 مارس واحنا بنستعد لها كما عندنا فعالية في كل المحافظات يوم 10 مارس بنحاول ان احنا نعب فيها الكارتين وان شاء الله بكرة هتكون انطلاقة البدء فيه دعم وتقديم الخدمات لأهلنا من الأسر الأولى بالرعاية من خلال الشباب المشاركين بكرة معنا في احتفالية كتف كتف في كتف قهرة انا عارفة ان المحافظات الحقيقة كثيرة يعني حتى هتوصلوا الى عدد من المحافظات الحدودية فاني اولينا برضو عدد من المحافظات يمكن تركيزنا بشكل كبير جدا جدا ان احنا نقدم الخدمات لابعد محافظة بنتحرك عليها فكرة المحافظات الحدودية محافظات الصعيد محافظات الدلتة ما فيش محافظة في مصر الا بنشتغل عليها ولكن عندنا منهاجية عمل هي ان احنا بنمزل دراسة لكل القرى المصرية اللي احنا بنشتغل فيها علشان ندرس لوضع الأسر واحتياجها عشان نقدر نقدم لها المساعدة الحقيقية اللي بنشتغل عليها يمكن احنا عندنا عربيات بتتحرك النهاردة رايحة مارسة مطروحة عندنا كمان سرلات وعربيات بتنقل المساعدات الإنسانية لشمال سيناء وجنوب سيناء عندنا عربيات رايح حلاب وشلاتين النهاردة من يوم 10 مارس واحنا بنوزع في سعيد مصر احنا كنا في احتفلية يوم 10 مارس في سهاج وفي أسيوت وفي جينا لحد أسوان بنوزع فيها المساعدات الغذائية من خلال مؤسسات تحالف الوطن اللي عملت النهار الأقلي واللي بنكمل فيها المسيرة ان شاء الله ونحتفل بكرة به ان احنا بنكمل 4 مليون كارتونة بنوزعها في كل محافظات مصر اكيد انا عايز اعرف بقى هل اقدر اعرف الكارتونة فيها ايه اولا حجمها مثلا هيكفي الاسرة لمدة قد ايه الكارتونة بتبقى متنوعة على حسب احتياج الاسر اللي احنا بنشتغل عليها ولكن بتكون فيها المكونات الغذائية الاسرية احنا عندنا نوعين من المساعدات اللي بنهدمها هو نوع من المساعدات الجفة اللي بنقدر نيديها الاسرة هيقدر على انها تعتمد على نفسها بيكون فيها عدد من اكياله بيقلش عام 4 كيلو رز موجود فيها 2 كيلو سكر في زيت في صلصة في ملح في المكونات اللي بيحتاجها الاسرة من جبنة في البلح الاحتياجات اللي بيحتاجها في سنال شهر رمضان اللي تقدر تبقى خزين عنده لمدة الشهر بالضبط فيه كمان أسر مش قادرين ننساهم هو الفيدة اللي مش قادرة او الراجل الكبير في السن اللي ما عندوش حد يرعاه من اشتغل من خلال التحالف الوطن اللي عمل التنماء والاهلي اكتر من مليون ونص واجبة هتوزعه في شهر رمضان وهي وجلات سخنة بنوصلها للأسر المستفيدين لحد ما نزله تمام يعني هي كده اذا احنا بنتكلم كمان عن دراسة لأوضاع الناس فالأوضاع الأكثر احتياجا سواء اللي يقدر يعتمد على نفسه أسرة كبيرة مثلا يبقى عندها هذا الخزين اللي موجود فيه السندوق أو الأسر اللي ما عنداش حد يساعدها حيوصلهم لحد عنده ده مظبوطه دي قيمة مهمة جدا ان احنا نشتغل من خلالها في التحالف هي دراسة الاحتياج الحقيقي للأسر واننا مش بدي المساعدة بما يتناسب مع امكانياتي على قد ما يناسب احتياجات الأسرة دي نقطة مهمة جدا كمان تشاركية البيانات ما بيننا في مؤسسات حالف الوطني ده الأول مرة بيحصل في المجتمع المطري ان كان كنا نعاني قبل كده ان ممكن نلاقي أسرة خدت أكتر من مساعدة من أكتر من جامعية فقدر أكتر من جامعية وصلها وأسرة تانية جنبها ما حدش يعرفها أسرة ما حدش عارف وضعها وما تعرفش يوصلها لمساعدات من خلال مشاركتنا لقواعد البيانات وتنظيمنا للنقطة دي مع جهزة الدولة قدرنا أننا نعمل قعد البيانات موحدة عشان نقدر نواحد الجهود ما بيننا وما بين بعض كمؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات فما يحصلش نفاحة التكرار ونقدر نقدم خدماتنا لعدد أكبر من المستفيدين من الأسرة الأولى ببعاية أكيد أنا الحقيقة يعني كلنا في انتظار هذه المبادرة الجميلة لأهلنا والناسنا والبلدنا وسعيدة كمان بأن الشباب حتى لابسين يونيفورم يعني فيه توحد حتى الكل كده شكله شبه بعضه الإيد في الإيد وشباب مسكين الكاراتين وحاجة كده جميلة عمل تطوعي جميل وراقي يبني كده من جوة الشخصية المصرية يعني يا أستاذ محمد جمال مسؤول قطاع السعيد بمؤسسة صناع الحياة بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله هنعدي الخير هيبقى كتير بإذن الله في هذا الشهر الرائع اللي حيحل علينا ببركته وبكل حاجة حلوة فيه بإذن الله